أأخذ لقطة من تفسيره من تفسير الطوسي من سورة الفاتحة وهو يفسر الصراط المستقيم ماذا يقول وقيل في معنى قوله الصراط المستقيم وجوه هذا في الصفحة الثانية والأربعين من الجزء الأول من الطبعة التي أشرت إليها أحدها إنه كتاب الله الصراط المستقيم كتاب الله وروي ذلك عن النبي وعن علي صلى الله عليهما وآلهما وابن مسعود وما قيمة ابن مسعود حتى يذكر مع النبي وأمير المؤمنين ما قيمته من هو ابن مسعود أحدها إنه كتاب الله وروي ذلك عن النبي وعن علي وابن مسعود والثاني إنه الإسلام حكي ذلك عن جابر وابن عباس وما قيمته جابر وما قيمته ابن عباس إذا كان الكلام قد ورد عن النبي وأمير المؤمنين ما قيمته أولا والثالث إنه دين الله عز وجل الذي لا يقبل من العباد غيره والرابع إنه النبي والأئمة القائم يقومون مقامه صلوات الله عليهم وهو المروي في أخبارنا يعني هذا ما جاء عن محمد وآل محمد يساوي بين الأخوال وقيل في معنى قوله قوله تعالى في معنى قوله الصراط المستقيم وجوه أحدها إنه كتاب الله وروي ذلك عن النبي وعن علي صلوات الله عليهما وآلهما وابن مسعود والثاني إنه الإسلام حكي ذلك عن جابر وابن عباس إنه جابر ابن عبد الله الأنصار والثالث إنه دين الله عز وجل الذي لا يقبل من العباد غيره والرابع إنه النبي والأئمة القائمون مقامه صلوات الله عليهم وهو المروي في أخبارنا إذا كان الطوسي شيعيا هل يتكلم بهذه الطريقة حتى إذا أردت أن أقول وأن أجد له محملا هزيلا من أنه يريد أن يستعرض الآراء فلماذا يذكر ابن مسعود مع النبي وأمير المؤمنين في حد واحد القول الأول إنه كتاب الله وروي ذلك عن النبي وعن علي وابن مسعود التفسير والأولى والأولى حمل الآية على عمومها هو لا يفسر بما فسر به الأم والأولى حمل الآية على عمومها تفسير خبي حمل الآية على عمومها نقول من أن الصراط المستقيم هو الاتجاه الصحيح هو الطريق الصحيح لأن إذا حملناها على العموم دخل جميع ذلك فيه جميع الأقوال ولماذا نريد أن ندخل جميع الأقوال إذا كان أئمتنا قد فسروا لنا الصراط المستقيم ونحن بايعنا في بيعة الغدير على تفسيرهم فلماذا نريد أن ندخل كل الأقوال نأتي بقول ابن مسعود وقول جابر وقول ابن عباس ونأتي بسائر الأقوال كي نجعلها في مستوى واحد مع قول أئمتنا هذا هو دين العترة أم هذا هو المذهب الطوسي هذا هو المذهب الطوسي إذا كان كلامه قابلا للنقاش ومن أن الطوسي ذكر في مقدمته التي تحدث فيها عن منهجيته في التفسير ما ذكره هناك قد لا يؤمن به بشكل كامل لكن في التطبيق لا يوجد مجال لمثل هذا الاحتمال قد يكون في مقدمته التي تحدث فيها عن منهجية التفسير ذكر كلاما حتى من الكلام الذي قرأته ذكره على سبيل الاستعراض هذا ممكن ممكن نظريا لكن في مقام التفسير هذا الاحتمال لا يرد أبدا فهو هنا يأتينا بقول جديد يذكر أقوالا يجعل قول الأئمة قولا كأقوال الصحابة وبعد ذلك لا يأخذ بأقوال الصحابة ولا يأخذ بأقوال الأئمة وإنما يقول نحمل الآية على عمومها كي تدخل جميع الأقوال هذا هو مذهبه هذا هو المذهب الطوسي والأولى حمل الآية على عمومها لأن إذا حملناها على العموم دخل جميع ذلك فيه فالتخصيص لا معنى له أن نخصص الصراط المستقيم بأمير المؤمنين لا معنى له هذا هو الذي يقوله فالتخصيص لا معنى له أن نعتمد على تفسير خاص ورد من الأئمة وإنما أن نجمع كل الأقوال في قول واحد والأولى حمل الآية على عمومها لأن إذا حملناها على العموم دخل جميع ذلك فيه فالتخصيص لا معنى له قوله تعالى صراط الذين أنعمت عليهم معناه بيان الصراط المستقيم إذ كان كل طريق من طرق الحق صراطاً مستقيماً والمعنى والمعنى صراط من أنعمت عليهم بطاعتك ماذا أقول لهذا الأثول أقرأ عليكم من تفسير القم الطبعة طبعة مؤسسة الأعلم بيروت لبنان في الصفحة الحادية والثلاثين في معنى الصراط المستقيم إمامنا الصادق يقول في قوله الصراط المستقيم في قوله في قوله تعالى اهدنا الصراط المستقيم في قوله الصراط المستقيم هو أمير المؤمنين ومعرفته والدليل على أنه أمير المؤمنين هنا في سورة الفاتحة قوله تعالى وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم ما جاء في سورة الزخرف هذه الآية الرابعة بعد البسملة من سورة الزخرف إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون هذه الآية الثالثة والتي بعدها وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم وهو أمير المؤمنين الإمام الصادق فسر الصراط المستقيم واستدل عليه من القرآن أيضا أم المؤمنين هو أمير المؤمنين ومعرفته والدليل على أنه أمير المؤمنين قوله وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم وهو أمير المؤمنين في أم الكتاب وسورة الفاتحة من أسمائها أم الكتاب الصراط المستقيم علي هذا عنوان خاص بأمير المؤمنين هذا الطوسي الأثول ألم يقرأ في الزيارات هذه الزيارة المطلقة السابعة أنموذج بقية الزيارات فيها هذا المضمون وقت الحلقة صار طويلا على سبيل الأنموذج هذه زيارة مطلقة من الزيارات المطلقة لأمير المؤمنين وهي الزيارة السابعة بحسب مفاتيح الجنان هكذا نسلم على أمير المؤمنين السلام على النبأ العظيم السلام على من أنزل الله فيه وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم السلام على صراط الله المستقي هذه العبارات حينما تقرؤونها يا أيها الطوسيون تفهمون معناها أو أنكم لا تقرؤون الزيارات أو أنكم تضحكون على أمير المؤمنين ما أنتم تقولون في علم أصولكم القذر من أن التبادر من علامات الحقيقة ماذا يتبادر من هذه التعابير ألا يتبادر من هذه التعابير أن هذه الإطلاقات إطلاقات مباشرة وحقيقية نخاطب بها أمير المؤمنين هذه زيارة مخصوصة من زيارات الأمير وهي زيارة الأمير في يوم الغدير زيارة مروية عن إمامنا الهادي صلوات الله وسلامه عليه هكذا نسلم على أمير المؤمنين في يوم الغدير بهذه الزيارة المخصوصة السلام عليك يا دين الله القوي وصراطه المستقيم السلام عليك أيها النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون وعنه يسألون هذا هو أمير المؤمنين وماذا نقرأ في دعاء الندبة إذا قال قائل من أن التعاذير هنا مجازية وليست كذلك ولكن لنقبل هذا الجهل من القائل فماذا نصنع مع دعاء الندبة الشريف ونحن نخاطب الإمام الحجة ونقول له يبنى الصراط المستقيم هذا أيضا معنى مجازي هذا الحجة ابن الحسن هذا قائم آل محمد أبوه الصراط المستقيم يبنى الصراط المستقيم يبنى النبأ العظيم يبنى من هو في أم الكتاب لدى الله علي حكيم تلاحظون هذه الكلمات جاءت في دعاء الندبة وجاءت في زيارات الأمير وجاءت في كلام أمير المؤمنين الذي قرأته من تفسير القمي في تفسير الصراط المستقيم في سورة الفاتحة ألا لعنة على منهج الطوسيين ألا لعنة على حوزة النجاف ألا لعنة على منهج الطوسي الذي صنع للشيعة مذهبا إنه مذهب الكلب إنه مذهب الخراء إنه المذهب الطوسي إنني ما كشفت لكم إلا عن نزر يسير من الحقيقة انتظروني 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 عوراتهم سأكشفها انتظروني انتظروني في الحلقات القادمة بتوفيق صاحب الأمر سأكشف لكم الحقيقة كاملة نلتقي غدا إن شاء الله وتعالى سألكم الدعاء جميعا في أمان الله ترجمة نانسي قنقر